ألف المحاصرين تسعى الأمم المتحدة هذه الأيام لإيصال المساعدات الإغاثية لهم في عدة مدن سوريا بالتزامن مع الهدنة السارية برعاية الأطراف الدولية حيث أعلن يعقوب الحلو منسق الأمم المتحدة في سوريا أن المنظمة الدولية وهيئات الإغاثة تعتزم تقديم المساعدة لإنقاذ أرواح 154 ألف شخص في مناطق محاصرة خلال الأيام الخمسة المقبلة المسؤول الأممي أشار إلى أن وقف العمليات القتالية يمثل أفضل فرصة للشعب السوري خلال الأعوام الخمسة الأخيرة للتوصل إلى سلام واستقرار دائمين لكنه في الوقت نفسه أشار إلى أنه بدون وجود عملية سياسية ذات مغزى وحل سياسي فإن وقف العمليات القتالية وإيصال المساعدات الإنسانية لن يكون كافيا لإنهاء الأزمة في سوريا تصريحات المسؤولين الدوليين حول المساعدات سوالت خلال الأيام الأخيرة في محاولة لدفع العملية الإنسانية نحو الأمام خاصة أن إصرار الهيئة العليا للمفاوضات على مطالبها بفك الحصار وإدخال المساعدات إلى المحاصرين شكل عاقبة أدت إلى تعثر المفاوضات التي ترعاه الأمم المتحدة من قبل حيث كانت الهيئة وضعت ذلك شرطا للبدء بأي مفاوضات مع النظام ومع اقتراب الموعد الجديد المحدد في السابع من آذار المقبل والذي أعلنته الأمم المتحدة تبدو مجموعة الدعم الدولية لسوريا أكثر جدية في إزالة هذه العقبة بحيث تسعى المنظمات الإنسانية لإصال مساعدات إلى المعظمية يوم الاثنين وكذلك الزبداني ومضايا وكفريا والفوع يوم الأربعاء وإلى كفربطنا بريف دماشق يوم الجمعة